موسيقى موسيقى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أعطات اهتمام خاص للفتيات والنساء الريفيات وأكدت في البادة 14 على حق الفتيات والنساء في الريف في المشاركة والاستفادة من التنمية الريفية أعطاتهم زاد حقهم في العناية الصحية والتعليم والتكوين وتشكيل مجموعات وجمعيات خاصة بهم وتناولت الاتفاقية بشكل خاص احتياجات الفتيات والنساء الريفيات وبالأساس الحصول على القروض الفلاحية ومرافق التسويق والوصول إلى الأرض وكذلك التمتع بظروف معيشية مناسبة كالسكن والصرف الصحي والتزويد بالماء الصالح للشراب والكهرباء والمواصلات والاتصالات والاتفاقية هذه أكدت على دور الحكومات اللي هي ملزمة بإيجاد حلول لتذليل الصعوبات والإشكاليات اللي تواجهها الفتيات والنساء في الريف واتخاذ التدابير اللازمة وهنا نحب نعطي بعض الأمثلة مثلاً كناخذ ولاية سيديبوزيت اللي فيها 12 معتمدية نلقاه فيها ثلاثة معتمديات فقط فيهم مراكز عناية الأم والطفل فما سبع مراكز الصحة الأساسية ولكن ما فيهمش مراكز الصحة الإنجابية اللي تخص إنساء وهذا من المفروض الدولة الحكومة اللي يتوفر المراكز هذوما ناخذ زادة في القسرين اللي هي منطقة فيها معناها نسبة نسبة معناها سكن ريفي كبير فما مركز واحد للفتيات الريفية وإذا كان ناخد الإحسائيات الإخرانية نلقاه السناء فما مئة نلف انقطاع مدرسي أغلبهم قبل السنة التاسعة وفيهم أربعين في المئة بنات ولكن كتقولوا أربعين في المئة بنات ونقولوا معناها الأولاد أكثر هنا فما فرق الأولاد الدراسات والريت اللي الأولاد كي يخرجوا من المدرسة ينقطعوا عن الدراسة بإرادتهم هما اللي يحبوا ويبطلوا ولكن بالنسبة للبنات الوالديهم هما اللي قصوهم على قريتهم علاش معناها الإعادة أسباق فما الإمكانيات المدية فما بعد المعاهد كي يبدأ المعاهد بعيد ما يبعثوهم شي فما قلة الوسائل للنقل زادة وفما مشكلة الأمن اللي توا ولات مطروحة وبرشا والدين والله خايفين على بناتهم وتفكروا معناها كل الحالات متع الاختصاب اللي خوفت الوالدين وبرشا والدين والله جبدوا بناتهم من المدارس خاصة الوقت اللي بيش يمشيوا للمدرسة معناها للتعليم الثانوي وهنا هذي مسؤولية معناها الدولة هي اللي يلزمها توفر والذلل وتنقص من هالصعوبات هذي باش إنساء والفتيات في الريف يجموا ويتمتعوا بحقوقهم كيما الأولاد وكيما الرجال وشكرا